وزير التربية طلع وطبعاً الوزراء دي عجبوني دي سوون دعايا نفسهم صورني واني دا رزل العالم حلو عجبتني خطوة حلوة من وزير التربية يفتر على المعاهد ويغلقها لأنه داخذ أجور عالية ولأنه هذه المعاهد غير قانونية وغير مرخصة اطلوا الوزير وبعدين جيبوا ليها احتيوا ليها مفتحة معهد دون إجازة وهذا مخالف للقوانين هذه واحدة لين عندش دمج بين الطلاب والطالبات وهذا مخالفة مبالغهم عالية فهذا مخالف للقوانين كلها تبليق كل مدراء عامين من باشر ينزلون كل مدير عام ينزلون على الرقعة الجغرافية اللي هو به ويسووا لجرد بالمعاهد والمدارس الأهلية شكه وشي ما مرخص يقلق وهذا المعهد من باشر يقلق وشيكل اللي جازم على هاي المدرسة هاي صايرة فوضى يعني بالنهار يدرسونهم ويرد العصر يأخذون منهم وفلوس صح 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 وزير التربية انت صح بس اريد منك شغلة لا جيبولي جيبولي هاي واقفة قدامة اريد منك شغلة ايه وزير التربية اريدك تجيب مدراء التربية اللي يعدهم 12 مدرسة و13 مدرسة اهلية وتوقفهم ويسوي بطونهم اسهال مثل ما سويت بطن هاي المرة اسهال تمام انت وزير حرك وانت قذهة تمام وجايت حاسب وجايت شوف رئيس الوزراء انه داي يصوروني واني داي رزي المرة حلو سبع بس اريدك اتجيب اي مدير تربية واتحداك تقولي قحطان شذاب روح اسعل مدير تربية الكرخ مدد دايج مدد رأسه عنده اهلية روح اسعل مدير تربية الرصافه الاولى والثانية مدد دايج اشاهم اشاهم اشترك يشب جبtt النابل تربية عشلون يصير عنده مدارس اهلية وفي الذات اقول رصافة اكrière رصافة الاولى والثانية مو فأريدك توقف مدير تربية هيش هاي الوقفة قدامك أتحداك إذا أنت صدق زلمة حق وهذا قحطان قدامك والله لطلع لك الفيديو هنا أنا وأخذ لك تحية إذا وقفت مدير تربية وجبت تعال هيش قل له تعال من يلك هاي المدرسة الأهلية أنت موظف بالدولة من يلك مدرسة أهلية هذا باسم مرتك وهاي باسم بنتك وهاي باسم أخة مرتك مو يا وزير التربية يلحوك يلكفو مثل ما وقفت هاي المرة حقك اغلق ينعن أبو المعاهد على أبو اللي سواها هجمة بيوت العالم بس وقف لي مدير تربية وقل له من يلك أنت أدراك